يقول فضيلة الشيخ أفقكم الله يقول نرى كثيرا من الأئمة في شهر رمضان يتركون دعاء الاستفتاح في صلاة التراويح ويشرعون مباشرة بقراءة الفاتحة فهل هذا الفعل صحيح؟ لا شك أن الاستفتاح سنة مؤكدة وأنهم يتركون تركوا سنة مؤكدة الأولاء أنهم لا يتركون الاستفتاح نعم إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت أعزها الله بالتوحيد والسنة